بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام تتعلق بسجود السهو وذكرنا أن سجود السهو إذا كان من نقص فإنه يكون قبل السلام وإذا كان من زيادة فإنه يكون بعد السلام وتحدثنا كذلك عن حالتين أخرين وهما إذا شكه فرجح وإذا شكه فلم يرجح شكه هل هي ثلاثة أم أربعة ولم يدريه ولم يستطع الترجيح استوى عنده الأمران استوى عنده الأمران فماذا يفعل الجواب يبني على اليقين وما هو اليقين الجواب هو الأقل فإذا شكه لي ثلاثة أم أربعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء مثلا فإنه يبني على اليقين وهو الثلاث فيأتي بالرابعة ويسد لسه وإذا شك فرجح شك وترجح لديه أنها ثلاث مثلا أو أربع فإنه يبني على ذلك ومن قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن العمل بغلبة الظن وعندما قلنا بأن سجود السهو في حالات يكون قبل السلام وفي حالات بعد السلام فإنه بعض أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه مخير بمعنى حتى لو التي بعد السلام سجدها قبل السلام يجوز عندهم وحتى التي هي قبل السلام لو سجدها بعد السلام يجوز عندهم وقالوا لكن الأفضل والمستحب الأفضل اتباع السنة فما جاءت به السنة من السجود قبل السلام سجد قبل السلام مثل النقص ومثل الشك إذا لم يترجح لديه شيء وما جاءت به السنة من السجود بعد السلام سجد بعد السلام مثل الزيادة والزيادة والشك إذا ترجح لديه شيء أنه يسجد بعد السلام وعندما نقول يسجد بعد السلام لا يعني أنه يسجد بعد انتهاء الصلاة لأن الصلاة لم تنتهي بعد فهو سيسلم تسليمتين ثم يسجد لسه سجدتين ثم يسلم تسليمتين فما هما التسليمتان اللتان ينتهي بهم تنتهي بهم الصلاة الجواب التسليمتان الأخيرتان التسليمتان الأخيرتان هما اللتان تنتهي بهما الصلاة طيب لما ذكرنا بأن سجود السهو يكون لترك واجب فقد قلنا بأن ترك الواجب إذا كان عمدا بضرة الصلاة لكن إذا كان سهوا وفات موضعه يسجد لسه جبرا للنقص وضربنا مثالا بالتشاهد الأول لو أنه نسي التشاهد الأول قام نسي التشاهد الأول قام لا الآن لا يرجع كما فصلنا سابقا لا يرجع طيب ماذا يفعل سيمضيع في صلاته ويكمل الصلاة ويسجد ويتشهد التشاهد الأخير طيب ثم سيسجد للسهومة قبل السلام لأن هذا نقص وكما جاء في الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام لما نسي التشاهد الأول سجد قبل السلام طيب إذن تكلمنا في ترك واجبات أخرى مثل ترك سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع أو ربي يغفر لبين السجدتين عند من أوجب ذلك من العلماء عند من أوجب ذلك من العلماء كذلك تكبيرات الانتقال لو واحد نسي تكبيرا من تكبيرات الانتقال كل هذا كل هذا ما جوابه نقول يسجد للسهو يسجد للسهو قبل السلام فالخلاصة في موضعين يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح في أحد الأمرين وبعد السلام إذا كان عن زيادة أو عن شك ترجح في أحد الأمرين وبهذا تجتمع الأدلة كذلك قلنا إنه يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في الفريضة لكن في صلاة الجنازة لا السهو في سجود التلاوة لا السهو في سجود السهو لا سهو له ويشرع في سجود السهو تكبيرات الانتقال كسجود الصلاة فيكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ثم يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع الأذكار هي هي ومن اخترع ذكرا بلا دليل كأن قال سبحان الذي لا يسهو ولا هذا بدعة ما ورد فلا نخترع وكذلك قلنا لو سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام ما في تشهد بعد ذلك خرص يكفي التشهد الذي كان قبل سجود السهو فلا تشهد آخر على الراجح لأن المسألة أيضا فيها أقوال ويجب يعني نلفت النظر يعني الإخوة والأخوات إلى أن العلماء في مثل المسائل الدقيقة هذه والتفصيلات يحصل عندهم اختلاف في وجهات النظر تنوع في الرأي فالمسلم يستوعب ذلك والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم وطالب العلم يدرس ويبحث ويعمل بما ترجح لديه وكذلك قلنا إذا تكرر السهو في الصلاة فسجدتان فقط وإذا اجتمع عليه سهوان مثلا نقص زيادة يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله ومن المسائل أيضا إذا فعل شيئا من مكروهات الصلاة فهل يسجد السهو العيلة واحد مثلا التفت في الصلاة كذا التفات خطأ سرح في الصلاة انشغل ذهنه نظر إلى ما يلهي عبث بأزراره مسح الحصى تفائب عبث بالحيتي أو أنفه فارقع وطرقع أصابعه كما يفعل بعض الناس يعني قلة خشوع قال النووي رحمه الله فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخميصة الهتني أعلامها وذكر تبرا من ذهب كان يريد أن يقسمه كان عنده ذكره في الصلاة وكان ناسيا له ولم يسجد لشيء من ذلك يعني طرأ عليه شيء في الصلاة من خارج الصلاة ما سجد لسهو لشيء من ذلك طيب لو واحد زاد ذكرا من الأذكار في غير مكانه كأن قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم انتبه فقال سبحان ربي العظيم إيش صار عنده الآن صار عنده زيادة ذكر في غير موضعه طيب سجد فقال وهو ساجد سبحان ربي العظيم ثم تذكر فقال سبحان ربي الأعلى إيش صار عنده الآن زيادة ذكر في غير موضعه لكنه أتى بالواجب وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود لكن عنده زيادة حدثت نتيجة سهو الآن ما دام أتى بالواجب فلا يجب عليه سجود السهو ما ترك هذه الزيادة التي حدثت خطأا لا يجب عليه سجود السهو من أجلها لا يجب عليه سجود السهو من أجلها طيب لو واحد قام في الصلاة يعني قام مثلا إلى ركعة الثانية فقال التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومي صار عنده الآن زيادة في غير موضعها لكن أتى بالفاتحة أتى بالفاتحة فلا يجب عليه سجود السهو لأنه أتى بالواجب لكن يشرع له يعني يستحب له لأنه أتى به في غير موضعه كما في الإنصاف يعني في كتاب الإنصاف ومن المعاصرين في فتاوى الشيخ من عثمين رحمه الله إذن ما حكم هذا لا يجب عليه سجود السهو لكن يستحب له طيب مثال آخر كبر تكبيرة الانتقال مرتين قرأ الفاتحة مرتين أعاد قراءة التشهد يستحب له ولا يجب عليه ولكن لا بد أن ننتبه إلى أن التكرار المتعمد ممكن يبطل الصلاة في بعض الأحيان عند بعض العلماء أو تكرار الركن القولي تكرار الركن القولي عمدا وعند بعضهم أن تكرار الركن القولي عمدا لا يبطل الصلاة يعني لو واحد الآن أتى بركوعين عمدا عمدا هذا وضع لكن هذا طبعا ركن فعلي لكن الفاتحة لو قرأ مرتين التحيات قرأ مرتين لا تبطل الصلاة كما ذكر ذلك النووي في المجموع والسيوطي في الأشباه والنظائر ومن فتاوى المعاصرين فتوى اللجنة الدائمة تكرار الفاتحة والتشهد سهوا لا يلزم به سجود سهو ولكنه يستحب الأركان الفعلية إذا تعمد تكرارها يركع مرتين ويسجد ثلاث مرات هذا تبطل الصلاة وإذا حصل ذلك سهوا عرفنا حكم الزيادة سيسد السهو بعد السلام طيب الزيادة القولية لا فيه فرق بين الزيادة الفعلية والزيادة القولية الزيادة القولية عمدا لا تبطل عكس الزيادة الفعلية لكن هذا مسيء بمخالفته لأن الله لم يشرع قراءة الفاتحة مرتين في الركعة ولا شرع الله قراءة التحيات مرتين في التشهد وهذا يفتح باب الوسوسة لو قيل للناس كرروا يفتح باب الوسوسة فيجب إغلاق هذا الموضوع طيب لو واحد أتى بفعل مشروع في غير موضعه يعني مثلا رفع اليدين في الصلاة مشروع في أربعة مواضع ليس منها الرفع من السجود ليس منها الرفع من السجود فهو بالخطأ رفع من السجود ورفع كفيه طبعا في من بعضهم قال أنه هذا جاء في بعض الأحاديث لكن أكثر أهل العلم قالوا هذا شاذ ولم يثبت ما ثبت إلا في أربعة مواضع تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع الرفع من الركوع القيام إلى الركعة الثالثة غير كذا ما في رفع يدين في الصلاة فلو واحد رفع في الرفع من السجود لا يجب عليه سجود السهو لا يسد السهو لكن يستحب كما رجح ذلك الشيخ بن عثمين في الشرح الممتع قال لا فرق بين الإتيان بقول مشروع في غير موضعه أو فعل مشروع في غير موضعه أن عموم أدلة سجود السهو تقتضي لا فرق وبناء على ذلك يستحب له السجود ولا يجب عليه طيب لا يجوز للإنسان ترك سجود السهو عمدا لا يجوز للإنسان تنبيه يعني لا يجوز ترك سجود السهو عمدا و قد ينبني على ذلك بطلان الصلاة إذا كان موضع السجود قبل السلام كما ذكر ذلك صاحب المغني فرق بين قبل وبعد لكن لو تركه حتى اللي بعد تركه يأثم لأن سجود السهو إذا كان واجبا لا يجوز تركه ويأثم في جميع الحالات وقد تبطل إذا كان قبل السلام وتعمد تركه وقد لا تبطل إذا كان بعد السلام كما قال أو ذهب إلى ذلك بالقدام رحمه الله لكن يأثم في الحالتين طيب واحد ترك سجود السهو سهوا نسي نسي أن يسجد السهو وراح خرص ذهب لو ذهب وراح وطال الفصل وطال الفصل وقطع بين الصلاة يعني تكلم مع ناس وخرج خرص فات فات استدراكه فيسقطه وربنا لا تأخذنا أن نسينا أو أخطانا طيب وإذا كان لازال في مجلسه يعني واحد عليه سجود سهو نسيه وسلم واستغفر الله استغفر الله استغفر الله منت السلام ومنك السلام تبرك هذا الجلال والإكسو سبحان الله سبحان الله فتذكر يسجد مباشرة يسجد مباشرة فالعلمة فرقوا بين ما إذا طال الفصل فقالوا يسقط أو إذا تكلم خرج تحرك راح وبين ما إذا لم يطل الفصل وشيخ الإسلام ذهب لأنه عليها أن يسجد حتى لو طال الفصل لكن على أي حال نأخذ بي يعني هذا قول أكثر أهل العلم إذا طال الفصل يسقط طيب في بعض المسائل أيضا المتعلقة بسجود السهو لعلنا يعني نأخذ بعضها لكن بعد الفاصل إن شاء الله فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ساعيان لا يغني أحدهما عن الآخر السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق وطلب العلم لا يتعارض مع العمل فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا وهذا يدل على فضل الحرفة ولا يتعلّل صاحب الصنعة بضيق الوقت فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على سبعة آلاف صفحة أي خمسة عشر مجلدا في العام الواحد وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور حياكم الله أيها الأخوات قبل أسئلتكم مسائل يعني يسيرة لو سهل مأموم ولم يسهل إمام وهو خلف الإمام فهل يلزم المأموم سجود السهو؟ قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعه على أنه ليس على من سهى خلف الإمام سجود ليس على من سهى خلف الإمام سجود وهذا من بركة صلاة الجماعة من بركة صلاة الجماعة أن المأموم لو سهى في الصلاة طبعا مو معنى سهى يعني ترك ركنا لا لو ترك ركنا يجب أن يأتي به لكن لو مثلا قرأ سبحانه ربي العظيم في السجود نسي تكبيرة انتقال ونحوي ذلك فلا سجود للسهوي عليه طيب لماذا؟ لأن سجود المأموم لسهو يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال المتابعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طيب متى يكون هذا إذا أدرك المأموم إذا أدرك المأموم الإمام من أول الصلاة لكن لو أن المأموم كان مسبوقا يعني جاء بعد ركعة بعد ركعتين مثلا وسهى في صلاته فإنه يسجد للسهو لماذا؟ لأن الإمام إذا سلم سيقومه ويكمل الصلاة فالآن له حرية أن يتصرف لأنه صار منفردا ولو سجد الآن ما يختلف على الإمام ولا يخالف الإمام لأنه صار منفردا طيب سواء كان سهوه يعني المأموم في حال كونه مع الإمام أو سهوه حصل بعد ما قام لقضاء ما فاته مرة أخرى إذا كان المأموم مسبوقا إذا سلم الإمام صار المأموم له حرية أن يتصرف فإنه يسجد للسهو إذا حصل منه سبب لسجود السهو سواء كان حصل أثناء الائتمام بالإمام يعني قبل سلام الإمام أو حصل مع المأموم وهو منفرد بعد سلام الإمام كلاهما يسجد للسهو طيب المأموم ماذا لو أن المأموم سهى سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة فيها نسيانا هل يتحمل عنه الإمام هذا؟ لنفترض مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر في الثالثة من المغرب في الثالثة والرابعة من العشاء المأموم نسي الفاتحة طبعا نحن نعرف أنه في بعض المذاهب لا يجبون عليه الفاتحة أصلا يعني على المأموم لكن لو قلنا بأن الفاتحة ركن كما قال بذلك بعض أهل العلم بعض المذاهب على هذا وكذلك لو كانت الصلاة سرية فلا بد أن يقوم المأموم لركعة فيها فاتحة بدل الركعة التي نسي فيها الفاتحة لأنه لما نسي الفاتحة في ركعة وتجاوزها خلاص الآن لا يمكن يعني الاستدراك خلاص فماذا يفعل هذا المأموم بعد سلام الإمام يأتي بركعة لأن الركعة التي ما فيها فاتحة على أساس أن الفاتحة ركن ركعة غير صحيحة طيب وماذا بالنسبة لسلول السهو خلاص هو أصلا بعد الإمام الآن بعد سلام الإمام قام يجيب ركعة بدل ركعة التي ما فيها فاتحة فيتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام لأنه عنده زيادة عنده زيادة ركعة ما فيها فاتحة طيب نختم بهذه المسألة نختم بهذه المسألة إذا سهى الإمام في الصلاة ثم سجد للسهو فعلى المأموم أن يتابعه سواء سهى معه أو ما حضر السهو هذا عليه أن يتابعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجده طيب فإذا سهى الإمام سواء المأموم حضر هذا السهو إلا ما حضره يعني مثلاً الإمام سهى في السجد في الركعة الأولى والمأموم جاء في الركعة الثانية الإمام عليه السجود سهوه سيسجد المأموم يتابعه سواء المأموم حضر السهو إلا ما حضره يتابعه ويسجد سواء كان السجود قبل السلام أو بعد السلام يتابعه لكن المأموم ما يسلم لأن صلاته ما انتهت المأموم المسبوق سيتابع الإمام في السجود سواء قبل أو بعد لكن لا يسلم لأن صلاته ما انتهت فسيسجد السهو مع الإمام ثم يقوم ويأتي بما بقي عليه هذا كلام النووي رحمه الله في المجموع طيب ولذلك قلنا من فقه المأموم أنه إذا سلم الإمام ما يقوم على طول ينتظر يمكن الإمام عليه سجد سهوه يعني يؤخر شيئاً ما شيئاً يسيراً طيب إذا ما سجد الإمام للسهو يعني الإمام أخطأ في الصلاة ونبهه مثلاً قام للركعة الثالثة بدون تشهد أول وكمل الصلاة الآن الناس تنتظر قبل السلام أن الإمام يسجد للسهو فالإمام سلمه ما سجد سبحان الله سبحان الله ما سجد سبحان الله التفت إليهم أو قاموا انصرف ما سجد إذا يأس المأموم من سجود إمامه السجود الواجب على الإمام سجده وحده عند جمهور العلماء سجده وحده عند جمهور العلماء خلص الشك ولله الإمام لسبب أو لآخر ما سجد السجود الواجب عليه فماذا يفعل المأموم؟ يسجده هو إذن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه توقف